السلام عليكم اليوم بدينا نحكي عن اضطراب الهلع او نوبات الهلع البعض يشعروا فجأة بدون اي سبب قد يكون شخص عم شارك بحديث او اثناء عمله او حتى بالطريق يشعر بانه تسرع بين نباضات القلب والتنفس مترافقة بخوف شديد انه ممكن يموت او ممكن يصيل له شي عادة المريض حالة الهلع الشديد تدفع والذهاب بسرعة الى المشفى طبعا بعد ما يتم فحصه انه ما في شي من الناحية القلبية غالبا انه المريض بها الحالة يكون نصاب باضطراب الهلع او احيانا اذا كانت نوبة واحدة اعتبرها قد تحدث مع الجميع لكن تكررها لمرتين صار اضطراب ويجب العلاج عادة نوبات الهلع ليست خطيرة المريض يعتقد انه راح يموت او راح يصلي شي وحقيقة ما في شي من هذا القبيل هي هي الها اسباب نفسية وتعالج نفسيا يعني المريض عادة مرضى الاسف الشديد في بعض المرضى انه قد يصل الى انه يجري قطرة قلبية انا شفت حالات من الشباب اصل الى درجة انه يعمل قطرة قلبية بسبب نوبات الهلع يعني حتى المريض يتجنب هذه السلسلة طويلة من الفعوصات والارباك الشديد اللي بتسبب النوبة على حياته يجب عليه التوجه فورا الى الطبيب النفسي لانه الكثير من المرضى هذه النوبات تسبب له اعاقة هو دائما خايف انه النوبة تصير له بالطريق او باي مكان فعادة هو بيصير مقادر روح على اي مكان الا يكون عنده مرافق من الاصدقاء والاهل ففينا نتخيل قديش مستوى الاعاقة اللي راح تسبب لها نوبات الهلع انا ارجع طم من الاهل او هي عادة تصيب الشباب حقيقة يعني واحيانا حتى لدى الاطفال او كبار بالسن بس عمليا مجرد انه حدا شي مرة حس بهذا الموضوع وبعد ما اجرى فحوصات واكدوا له الطباء القلبي انه ما في شي قلبي عنده عضوي العلاج احيانا اسهل ما يكون بالنسبة للمرضى احيانا بدون دواء مجرد تدريبات سلوكية كافلة للتخلص من نوبة الهلع لانه عدم علاج نوبة الهلع سوف يسبب عطالة بحياة المريض وغالبا ما يقوده الى الاكتئاب احنا انا غالبا ما يحضر عندنا المريض على العيادة يكون بعد شهور من المعاناة ودخل احيانا باكتئاب وادى الى مثلا تأثيرات سلبية على حياته وعلى عمله احيانا شخص يلزم بيته بسبب هذه النوبة بسبب الخوف منه تحدث له بمكان ودائما المرضى يحاولوا يختاروا سكنهم قريب من المشافل لانه دائما يعتقد انه هاي النوبة ممكن تصيره فبتالي هو سوف يحتاج المشفى باي لحظة بدون ان يعرف انه هذه الحالة هي نوبات الهلع او البنك التاك هي حالة احد طرابات القلق القابل لعلاج وممكن يتخلص منها بشكل نهائي خلال اسابيع قليلة من خلال مراجعته للطبيب النفسي 어주 اشتركوا في الفывают